زر تشتركوا في القناة وفعل زر الجهاز واتخطوا لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف حل تمارين الوحدة التانية من كتاب المعاصر لصف السالس الاعدادي المنهج الجديد عشرين اتنين وعشرين نروح لبداية التمارين من صفح التمانين السؤال الاول بيقول يعني من السهل نحن نعمل قهوة وازاي باستخدام يا طرق كتل ولا مايكروويب ولا توستر ولا كوفي ماشين طبعا يبقى هنا كلمة كوفي ماشين اللي هي مكنة القهوة توستر قلنا طبعا لها محمصة ومايكروويب اللي هو المايكروويب باستخدمه لصناعة الطعام او تسخين الطعام وكلمة كتل طبعا لها الغلاية ثري طبعا خدناها في الهديات بمعنى مجاني لما تشتري قطعتين يبقى يغطر في شوب ولا اوفر ولا تست ولا اوفر لا يبقى هنا كلمة اوفر هنا طبعا لهو عرض هنا كلمة اوفر على تست اختبار وشوب محل او يتسوق طبعا هنا طالما جاي الاسم وفيه ابوسترو وفيه اس يبقى اصب بها المكان يبقى هنا يقصب بها الصيدلية يعني على الشامبو والسان كريم اللي هو كريم الشمس لا يبقى هنا نحط كلمة اللي هو خاص من 20% معلومات وكاونت يعد او يحسب I want to buy space to play music on my first day بلاي هنا طبعا بمعنى يعزف او يشغل موسيقى يبقى هنا كلمة اوفن ولا مايكرويف ولا سبيكر ولا ويبسايت لا يبقى هنا كلمة سبيكر طبعا اللي هي السماء ويبسايت قلنا موقع مايكرويف اللي هو المايكرويف خلاص حفظناها و اوفن اللي هو الفرن this space is from a website من موقع about the new capital new capital طبعا اللي هي العاصمة الجديدة يبقى يطرى this wave ولا كلمة shop ولا كلمة kettle ولا كلمة advert لا يبقى كلمة advert اللي هو الاعلان يعني اعلان من موقع عن العاصمة الجديدة you can make bread warm يعني نسخن العيش او يحمص العيش يعني وازا يطرى كتل ولا مايكرويف ولا توستر ولا سبيكر خلاص حفظنا بقى يبقى نحط هنا كلمة توستر على طول they can now watch films from the internet طبعا التلفزيون لما يبقى فيه انترنت او نت او كلام ده يبقى هنا بنسمي old ولا smart ولا free ولا fast لا يبقى كلمة smart وقلنا طبعا لوه تلفزيون حديث او زكي you can cook things quickly وازا مفتاح الجملة هنا كلمة cook بمعنى يطبخ يطرى باستخدام microwave ولا kettle ولا توستر ولا فريج لا يبقى هنا كلمة microwave you are a space ask the customer customer طبعا لوه الزبون what they want to buy اسأل الزبون هو عايز ايه يبقى انت شغال speaker ولا patient ولا shop assistant ولا programmer لا يبقى هنا كلمة shop assistant اللي بعدها they offer three بيعرضوا space on their truck للشاحنات يعني inside cairo يطرى delivery ولا survey ولا كلمة shopping اللي هو آآ طبعا آآ تسوق ولا كلمة آآ بارك لا طبعا يبقى هنا كلمة delivery اللي هي خدمة التوصيل survey احصاء وشوبين تسوق وبارك اللي هي حضيقة نروح لي جملة رقم 11 بول الكزاندرية اللي هي مدينة اسكندرية is called the bride اللي هي عروس of the space sea red ولا mediterranean ولا black ولا كاريبيان طبعا يبقى كده mediterranean sea اللي هو عروس البحر الابيض المتاصط طبعا لانها تقع على البحر الابيض المتاصط we have space over don't miss it يعني لا يفوتك العرض دوت يبقى العرض دوت normal ولا usual regular ولا special لا يبقى كلمة special معناها عرض خاص او مميز regular معناها معتاد يبقى خلاص يعني معناها انه يحصل كل يوم او كل فترة او على طول usual برضو نفس الفكرة وnormal بمعنى طبيع mom always prefers to buy things space the house طبعا هنا كلمة buy things معناها تشتري الاشياء من اجل المنزل يبقى buy for يبقى كلمة for the house ده في الجملة رقم 13 can you space me information about this machine طبعا make ولا give ولا do ولا have لا يبقى هنا كلمة give information بمعنى يعطي معلومات she always buys many things space special offer طبعا خدنا تعبير على بعضه on special offer معناها اللي عليها عروض خاصة او في عروض خاصة what is the space of the day in carfour يطر ايميل ولا deal ولا type ولا magazine لا يبقى هنا نحط كلمة deal يطر ايه هو عرض اليوم او صفقة اليوم في carfour يبقى هنا نحط الاجابة رقم b على طول نروح بعد كده لتمارين موجودة في صفحة 82 السؤال الاول بيقول the opposite طبعا قلنا كلمة opposite الي عكس of the verb buy كلمة buy بمعنى يشتري يبقى عكس كلمة buy solve ولا sale ولا sale ولا soil لا يبقى كلمة sale يبيع sale الي الطربة او ارض sale يبحر solve يحل the word free كلمة free can be the opposite of يعني كلمة free ممكن تكون عكس كلمة voluntary ولا bad ولا chargeable ولا changeable يبقى هنا حاجة مجانية لا يبقى عكسها حاجة مدفوعة يبقى هنا نحط كلمة bad voluntary طبعا قلنا لو تطوعي chargeable يمكن شحنه changeable متغير to give the opposite of the word expensive عشان نجيب عكس كلمة expensive we add the prefix خلاص حفظنا ان كلمة prefix اللو مقطع يضاف في اول الكلمة كلمة expensive عكسها بنقول in expensive يبقى هنا زودنا i in او المقطع i in microbus is space bus يتربج ولا expensive ولا fast ولا كلمة small طبعا بالنسبة للbus يبقى ده بنسميه small bus يعني اوتوبيس صغير the word inquire gives the same meaning of the كلمة inquire بمعنى يسأل او يستفسر يطرى reply ولا ask ولا take ولا give لا يبقى هنا نحط كلمة ask طبعا ما قال is the same meaning يعني بتدي نفس معنى كلمة كذا يبقى هنا هنحط كلمة ask على طول نروح لتمارين الخاصة بجزء grammar كنا نقشنا طبعا في الجزء دوتة صيغة او درجات المقارنة وعرفنا ان في عندي ثلاث درجات من المقارنة في التساوي بنستخدم as وصفة او as وحال وكلمة as الدرجة التانية من المقارنة عدم تساوي بنستخدم صفة منتهية بer ومعها كلمة zan او لو صفة طويلة بنستخدم more او less وصفة وزان الدرجة التالتة خدنا كلمة زا وقلنا بعدها حاجة من ثلاثة يا اما الصفة منتهية بي اي اس تي زي ما نقول the oldest the youngest او كلمة the most او كلمة زا ليست طبع نروح بقى اللي التمارين كل جملة لها مفتاح لو احنا عرفنا مفتاح الجملة هنقدر نختار اي جملة بشكل صحيح لما نقول كتلز ار اسبيس اكسبنسف ذان tablets مفتاح الجملة دية كلمة ايه زان لو لقيت كلمة زان يبقى احنا محتاجين صفة فيها خلاص يا اما مور يا اما كلمة خلاص كده تفهمت يبقى هنا موجود كلمة على طول ما فيهاش اي مشكلة الجملة نروح للسؤال اللي بعد كده ده دي الاجابة مفتاح الجملة دية كلمة ايه كلمة زا على طول تمام طالما جاب لك كلمة زا يبقى دية الدرجة التالتة من المقارنة يعني ايه الدرجة التالتة هنا من المقارنة يبقى نحط يا موست يا ليست يا اما هنختار صفة منتهية خلاص يبقى هنا نحط كلمة على طول عدل سامح مفتاح الجملة هنا في كلمة طولر طالما جاب لير يبقى انا محتاج على طول كلمة زان يبقى طولر زان على طول نروح للجزء اللي بعد كده بقول زا سبيس يوسفل sing in my kitchen in the fridge ها من شاطر ايه مفتاح الجملة كلمة زا صح برافو عليك طالما زا يبقى حافظنا يبقى هنا كلمة موست على طول من شاطر الجملة التانية من غير ما نكملها من شاطر يقول لي مفتاح الجملة صح كلمة زان طالما زان يبقى الدرجة التانية يبقى هنا كلمة بيتر حد يقول لي بيتر دي جاي منين خدنا في الصفات الشازة او في تصرفها ان كلمة جود درجة التانية منها كلمة بيتر درجة التالتة منها كلمة بست برضو هنا مفتاح الجملة كلمة زا نهيت يبقى مين شاطر اختار صح برافو عليك يبقى كلمة على طول مفتاح الجملة هنا قلنا مين زا خلاص حافظنا شطار يبقى هنحط كلمة زا ليست على طول جملة بعد كده نفتاح الجملة ايه زا خلاص يبقى هنا هنحط كلمة طب سؤال حد يقولي طب ما انا عندي كلمة مستهية هنرجع بقى القاعدة مهمة جدا بتقوليه ان دي اصلا صفة قصيرة المقطع ولا طويلة المقطع لا صفة عادية خلاص فيها صوت متحرك اللي هو خلاص او هنا لما نيجي نضيف لها الدرجة تالتة بنحط وليس كلمة لان مست بتيجي مع صفات طويلة المقطع زي كلمة اكسبنسف انتريستين بورين وهكذا زا جراف از طولار سبيز كامل هنفتاح الجملة كلمة طولار خلاص حافظنا يبقى طولار هنحط كلمة زان على طول مفتاح الجملة كلمة ايه زان يبقى نو وان از سترونجر تمام جدد شوبينج اونلاين از سبيز بفور يطر ايزي ولا از ايزي ولا ايزيست ولا ايزيار زان لا يبقى هنا كلمة ايزيار زان لانه بيقار ما بينه دلوقتي وقبل كده يبقى ايزيار زان وحتى لو هنجيبها عندي ايزي يبقى هنجيب از واز از و ايزي محتاجة از ايزيست محتاجة كلمة زان نروح لسؤال التصحيح بول زان سوبر ماركت ازا بيزي شوب ان ماي تاون لأ خلاص يبقى هنا ديت الدرجة الكام التالتة من المقارنة يبقى كلمة بيزيست بنشيل الواي ونحط اي اي اس تي اللي بعدها ريد از موست بوبيولر كالر فور اوار توسترز زيس هنا طبعا جاب لي موست والصفة يبقى هنحط كلمة ز على طول طبعا هنا يبقى هنحط كلمة ماتش دي بتيجي قبل الدرجة التانية من المقارنة يبقى المفروض هنحط كلمة ايه ها شطار يبقى كلمة ايزيار اللي بعدها بقول ازا فيلم ووز ترابل يعني سيء جدا اي سينك اتوز زي وورس فيلم اي هاف ايفر سين لا يبقى هنا الدرجة التالتة من كلمة وورس يبقى كلمة وورست على طول خلنا طبعا كلمة الدرجة التانية منها كلمة وورست درجة التالتة كلمة وورست خمسة هنا مفتاح الجملة زان يبقى دي هتبقى شطار كلمة مور على طول يوسف ازا سترونجر بوي انزا كلاس خلاص طالما جاب لي زا يبقى سترونجست الجملة اللي بعدها باسكتبول از ليست اكسايتنج زان فوتبول طبعا احنا جاب لي كلمة اكسايتنج جايات وجاي كلمة زان ها الدرجة التانية من ليست يبقى كلمة لس محمد صلاح ازا بيتر بلاير ان انجلاند زيس يير جاب لي زا درجة التالتة من بيتر يبقى هنحط كلمة شاطر برافاليك هنحط كلمة بيست على طول نروح لي التمارين اللي بعد كده الخاصة بكلمة نروح لي السؤال الاولان في الاختيارات خلاص حفظنا مفتاح الجملة هنا كلمة ايه نور طالما جاب لي كلمة نور يبقى هنحط على طول ها كلمة نيزر يبقى هي لا اتصلت ولا بعتت ايميل استطاع ان هما يدخلوا الشقة معهم المفتاح هنا طبعا جاب لي كلمة يبقى معنا ان هما ليه اتنين خلاص معاهم المفتاح ولا واحد فيهم معا المفتاح لا يبقى يقصد هنا ايه ان الاتنين معاهم مفتاح يبقى نحط كلمة يبقى كل واحد فيهم معا المفتاح عشان كده الاتنين يقدروا او قدروا خش الشقة اي كان ايزر بلاي تنس سبيس واتش تي في ها نجاب لي كلمة ايزر يبقى دي مفتاح الجملة يبقى ايزر معاها كلمة ايه معاها كلمة اور على طول السؤال اللي بعد كده سبيس زا سمار تي في نور زا لارج تي في سوتيد سوتيد معناه يناسب زا كاستمر يبقى هنا ما نزبوش او ما كانوش مناسبين للزبون طبعا هنا زا ما قلنا مفتاح الجملة يبقى كلمة ايه نور اهيت يبقى نحط كلمة نيزر على طول الجملة رقم اتنين يبقى هنا جاب لي كلمة ايه اور اهيت يبقى هنا نختار ايزر يا اما دي يا اما دي طبعا يعني هي وانا يبقى هي وانا هنا بنتكلم على ايه على اتنين يبقى هنحط كلمة بوس وطبعا هنا جاب لي كلمة يبقى اكيد هنا بيتكلم على جمع يبقى الجمع هنا كلمة بوس نروح لي الجملة رقم اربع بيقول زا نيو ويركرز ناخد بنا بقى عشان مفتاح الجملة هنا كلمة ويركرز لهم العمال اه جاب لنا عمال يبقى بتكلم على جمع يبقى ولا واحد فيهم خلاص بيشتغل بجد ولا بوس ولا ايزر ولا نيزر لا يبقى هنا نحط كلمة نن على طول طب سؤال ليه ما نقولش كلمة نيزر لان هو نيزر احنا اتفقنا بتدل او بتشير الى اتنين انما هنا ويركرز يبقى بيتكلم على جمع عموما طبعا هنا مفتاح الجملة في كلمة ايه في كلمة ان تمام جدا طالما جاب لكلمة ان يبقى نحط كلمة بوس على طول مفتاح الجملة كلمة ايه 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 يبقى معها كلمة اور على طول سؤال التصحيح بول نيزر اوف زوز نيكلاسز او نايس اي كانت دي سايد ويتش وان تو باي اه مش قادر يحدد او يقرر يا ترى هيشتري مين فيهم يبقى هنا الحل يبقى لاتنين كويسين مش هيقدر او مش قادر يختار مين فيهم يبقى هنا نحط كلمة بوس على طول خلاص يبقى هنا طبعا مفتاح الجملة كلمة نور يبقى نحط كلمة نيزر يبقى نيزر نور هنا بيتكلم على فرينز جم يبقى هنا بيتكلم على كلمة شطار نن نن يعني ولا واحد فيه البعدها طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة بوس يبقى معاها كلمة اند طبعا هنا يبقى انتو الاتنين يبقى هنحط كلمة بوس على طول يبقى بوس اوف يو نن اوف وي جو اون فوت طبعا نقولنا نن اوف يبقى بجيب بعدها ضمير مفعول من كلمة وي يبقى نحط كلمة اس على طول نروح بعد كده للتمارين الخاصة بالدرس الاول والتاني بداية من صفحة اتنين وتسعين نروح لي السؤال الاول اللي هو سؤال زي ما اتفقنا قبل كده مفروض بنقرأ سؤال اتضاله كله بعد كده بنبدأ نشوف الاجاب بول خلاص يبقى حد اشترى موبايل جديد ترد علي سؤال سؤال تاني بمبلغ او في مقابل المكان فبتقول لها المكان تحبية تيجي معايا فهترد علي نرجع بقى للسؤال الاول اللي هو خلاص يبقى الاجابة ثابتة بالنسبة لنا هنقول كلمة وممكن نحط كلمة او كلمة بس بتقول لها سؤال عايزين سؤال على كلمة يصطر دي يبقى هنبدأ بي ادس فهام يبقى كلمة ايه تمام سمح حد الكلمة ون طب عايزين فعر مساعد من بوط يبقى هنجيب كلمة دد والفاعل كلمة يو بحولها لكلمة ايه او اي بحولها الى كلمة يو يبقى ون دد يو والمصدر يبقى كلمة ونحط كلمة اللي هو تكوين السؤال اللي احنا عرفنا طب سؤال اجابته سعر او تمن يبقى ده سؤال سابت قلنا ونحط كلمة سامح حد شاطري بيقول لي ممكن استخدم صح برضو قلنا بتساوي كلمة منين طبعا هناش محدد لمكان معين يبقى هنحط اي مكان طبعا هنشطب كلمة نبدأ بالفعل لو كلمة اي باي هتبقى كلمة بوت ودي كلمة ات فروم ونحط بقى اي مكان مسلا زمول اهيت او ممكن نحط كارفور اه اي مكان شاير اي حاجة ما فيش مشكلة طب هتحب تيجي معايا او هتيجي معايا طبعا ممكن تقول لها شور او ونحط كلمة اي واحدة فيهم هتبقى اجابة صحية يبقى صحيح نروح لي سؤال الاختيارات my father likes drinking his coffee while he is reading space حبي شواءه هو بيقره يطرق interview ولا magazine ولا idea ولا machine نا يبقى كلمة magazine ليه المجلة do you often buy things space special offer خدنا طبعا ده تعبير على بعضه عليها عرض او معروضة يبقى كلمة on special offer عليها عرض خاص when you want to buy something you should be careful خلي بالك about the price عن السعر and the طبعا اهم حاجة في المنتج السعر we ability ولا possibility ولا equality ولا quality لا يبقى كلمة quality اللي هي الجودة equality ديت معناها مساواة possibility اللي هي امكانية وابلتي معناها قدرة i have bought some space for my phones so i can play my music more loudly طالما ايشغل موسيقى يبقى ولا speakers ولا columns طبعا الاني سايلانت يبقى هنا كلمة speakers اللي هي السمعت كلمة adverse اعلانات nicholas اللي هي عقدة او دلية او سلسلة وكون اللي هي اعمدة خمسة start your morning space a fresh cup of coffee made at home طبعا خدنا تعبير على بعض اسمه start يبقى معها كلمة with على طول معناها يبدأ be جملة اللي بعد كده space is used to make hot drinks مفتاح الجملة هنا كلمة hot drinks يا ترى كوفي مشين ولا فريدج ولا instrument ولا office لا يبقى كلمة كوفي مشين الجملة اللي بعدها to boil water boil بيبعنا نغلي عشان نغلي المية you need a محتاج fan ولا فريدج ولا كتل ولا سكرين لا يبقى كلمة كتل اللي يلغى اللي هي سكرين اللي هي شاشة فريدج غاللاجة fan مروح runner is a space than خلاص حفظنا مفتاح الجملة هنا كلمة than يبقى هنحط كلمة faster than space lama nor can come shopping today both of them are busy طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة ايه كلمة nor يبقى هنحط على طول تمام يبقى neither you can get easier free speaker space free film طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة يبقى خلاص حفظنا مع كلمة يبقى معها كلمة or على طول نشوف سؤال تكملة بدين دسكاونت ونخص ارخص or انترنت وسمارت السؤال الاول there is a big sale ونطبعا يعني in the shopping mall in our area all the clothes هنا طبعا نطبع دوت اسمه close مش closes all the clothes are space than usual خلاص طالما في زان يبقى درجة مقارنة يبقى شطار cheaper than this week this microwave has a 25% ها يبقى discount تمام اللي هي خصم يعني خصم 25% it usually costs one southern but now it is 750 اللي اسامة family want to buy a space tv خلاص مع tv يبقى شطار smart tv so that لكي they can watch film on za طبعا ما قال smart بقى tv يبقى كده هيستخدم الانتر نت الجملة الجملة اللي بعدها iser summer nor speaks german طبعا خدنا كلمة iser ما معهاش كلمة nor جاب لي هنا نور يبقى هنحط على طول كلمة ايه نيزر وطبعا في البداية هنخلي الان كابتل يبقى نيزر اللي بعدها نيزر طار عبدالله طبعا طالما هنا جاب لاند يبقى شطار جدا يبقى نحط كلمة بوس طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة زا شطر برافاليك يبقى سامحا دقال على طول زا ريت باج زا بلو وان خلاص حفظنا ان قبل الدرجة التانية من المقارنة ممكن استخدم ماتش او استخدم كلمة طبعا ماتش اللي هي للتأكيد يعني قبل الدرجة التالتة عموما ولكن هنا جاب ل وزاني بقى نحط يا اما مور يا اما كلمة هنا طبعا مين مجيش يبقى الشكل الصح منها كلمة مور على طول نروح لتمارين الدرس التالت ورابع بداية من صفحة اه مية صلى الله اللي بيقول تسألك او تطلب منك طبعا طبعا يبقى كلمة اللي هي يسجل دخول موقع طبعا اللي هي يوصل فيش او كهربا معناها يتجع او يحول او يشغل وميك يسنع البطارية فاضية البطارية فاضية بشان اسوار مشهورة بي سبيس فروم ليفز ليفز اللي هي اوراق الشجر يطرق كلمة ولا هاند كرافز ولا ستاتشوز ولا باتاريز لا يبقى انه طبعا منتجات يدوية او صناعات يدوية يبقى هاند كرافز بولز اللي هي اواني او سلطنيات ستاتشوز اللي هي تماثيل وباتاريز باتاريات يعني بعتلك استمارة فقط بعض اعمال الواجب لما الكمبيوتر يتربط ولا بروك ولا تشارجد ولا ران لا هناك كلمة بروك طبعا هناك كلمة بريك بمعنى يتعطل ده معنى الجمل مش شغال از اتس بايس ان لا يبقى هناك كلمة يعني هل متوصل بالكهرباء او الفيشة متصلة بالكهرباء مش هتقدر تستخدم الكمبيوتر دوت يبقى ادرس ولا نيم ولا باسورد ولا باسورد لا يبقى هناك كلمة باسورد مش هتقدر تستخدم الكمبيوتر من غير الباسورد يتردو ولا ايرن ولا لوز ولا هاب طبعا هناك كلمة ايرن مني اخدناها بمعنى يكسب مال طبعا يخمن يبقى كلمة على طول باسورد 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 اللي هي الاحزمة يعني بيطر هاد ولا دون ولا فاوند ولا ديكوريتد لأ انه ليه مزين او مزخرف بيه يبقى كلمة ديكوريتد وز على طول خدنا طبعا هجيب بعدها اي اني جيب لو شلنا كلمة فور وجبناها كلمة تو كنت هجيب المصدر كلمة انتر اللي هو ابو الهول طبعا خدنا فيمص يبقى معها كلمة فور على طول خدنا كلمة انترستد يبقى معها ان وجب بعدها الشيء مهتم بي خدنا طبعا تعبير مهم اسمه ان يبقى ان ديفران سايز يعني باحجام والوان مختلفة يعني شيء رائع طبعا خدنا تعبير على بعض بطول او بمحازات يبقى اسمها الجملة اللي بعد كده في صفحة مية واثنين بول زا opposite of the word wrong opposite قلنا لي عكس عكس كلمة wrong يبقى wrong معناها خطأ يبقى عكسها صحيح لها كلمة correct اللي هي مش موجودة يبقى هنا كلمة right plain is the opposite of معنى كلمة plain خلاص بتكون عكس كلمة modern ولا كلمة ugly ولا كلمة colorful ولا كلمة beautiful طبعا يبقى هنا هنحط كلمة beautiful كلمة plain معناها كئيب او معناها مش جميل او شيء مش كويس يعني او كئيب ده العكس بتاعها هيبقى كلمة beautiful الجملة اللي بعدها the word would can be an adjective كلمة would ممكن نحولها الى الصفة by adding لو زودنا لها طبعا كلمة would نعرف منها الصفة wooden يبقى هنا زودنا e in على طول the word traditional لتقليد تقليدي كصفة او ك adjective is formed from the word كلمة traditional جاية من كلمة خلاص يبقى مفهومة كلمة tradition the word rub can be turned into a noun يعني نحول الفعل rub الى noun by adding طبعا جاية منها الاسم rubber يبقى بنحط e or يبقى كلمة rubber نروح لي الجزء الخاص بالgrammar كنا طبعا نقشنا في الوحدة ديت آآ صيغة اللي هو الماضي البسيط وعرفنا اللي هو التصريف التاني وانا باستخدم فيه كلمة didn't والمصدر وكمان كنا خدنا صيغة الباست اللي هو الماضي المستمر وز وفعلي زاد اي ني جي قلنا مع رابط زي كلمة زي كلمة از او او كلمة وقلنا طبعا نقطة مهمة حدث مستمر بنحطه ماضي مستمر والحدث اللي قطعه او حدث فجأة بحطه ماضي بسيط نروح لي التمارين بداية من صفحة مية وستة السؤال الاول بيقول يعني صدم في شجرة هنا جايب ماضي بسيط يبقى هنا الحدث اللي كان مستمر يبقى هو كان سايق عمل حدث طبعا جابلي هنا كلمة يبقى النهاردة الصبح يبقى هنا الحدث انتهى يبقى نحط كلمة على طول يبقى الحدث اللي كان مستمر اللي حصل فجأة انه وقع يبقى هنا نحط كلمة على طول يبقى الحدث اللي كان مستمر انه هو طالع من المطبخ فجأة الكباية وقعت سؤال الاول طبعا هنا مفتاح الجملة صغط الزمن جابلي كلمة بوت ماضي يبقى هنا نحط ماضي على طول يبقى نحط كلمة طق از انا بتسوي كلمة while او just as يبقى كان في حاجة مستمرة وحصل حاجة فجأة يبقى هنا نحط كلمة was giving اه ايه اللي حصل للتليفون توقف او وقع او اتقصر يبقى هنا ماضي برو طبعا اللي انا جاب لكلمة فعل ماضي as عمر was running his father space him as بتسويل يبقى عمر كان بيجري فجأة ابو وقفه يبقى نحط كلمة stop على طول yesterday i space some of my friends at school طبعا هنا عندي كلمة yesterday علامة من علامات الماضي البسيط يبقى هنا هنحط على طول كلمة مت يبقى i مت يعني قبلت بعض اصدقائي i listen to music كنت بقى اسمع او استمعت الموسيقى while we space to the sports center يبقى هنا هنحط كلمة where walking يعني وإحنا ماشيين لل sports center there space and exciting match on tv yesterday طبعا هنا جاب لكلمة yesterday يبقى هنا هنحط كلمة was على طول طب حد يقول لي ليه مش كلمة where عشان match مفرد طب ليه مش كلمة did طبعا كلمة did منفعش اجيبها قبل الصفة يبقى معنى الجملة يكون او في الماضي هنا يبقى كان i space very sad when my friend ali was taken to hospital لما خدوه الى المستشفى برضو هنا كلمة sad يبقى نحط كلمة was يبقى i was sad معناها كنت حزين i was reading a story the light went off او went off هنا كلمة was reading وجاب لي went off يبقى حدث مستمر وحدث حصل فجأة يبقى هنا نحط كلمة while وطبعا بديل while ممكن نستخدم when برضو بنفس القعد while is based down the street i met him خدنا وحفظنا خلاص ان كلمة while لو ما فيش بعدها فاعل يبقى على طول بينجيب فعل زائد ing فقط من غير كلمة was او كلمة where نروح ليه سؤال التصحيح my friend طبعا هنا بتكلم على ماضي يبقى الماضي هنا من كلمة ب مع كلمة اي يبقى نحط كلمة was على طول يبقى هنا وهم ماشيين وراهم الشيء يبقى هنا نحط كلمة should على طول وانا تدل على حاجة حصلت وانتهت الصبح يبقى نهارده الصبح يعني يبقى الماضي من جو يبقى كلمة وانت على طول خلاص هنا مفتاح الجملة was يبقى سؤال هل كان يبقى نحط كلمة was على طول يبقى جاب لأين جي يبقى محتاج ذرب في الماضي فادي مفرد يبقى نحط كلمة was برضو يبقى نحط هنا معها كلمة where you يبقى what were you doing وحب يشحن التليفون وحد دخل فجأة يبقى الماضي من came جاب لوايل جاي بعدها ماضي مستمر يبقى الزمن اللي ناقص ماضي بسيط يبقى كلمة lost على طول صفا feeling sad when was ill طبعا when when was ill لما كانت مريضة هنا ما ينفعش بقى هتقول لي ده وين هي جاي بعدها ماضي بسيط اجيب ماضي مستمر لا هنستخدم هنا كلمة يبقى هي شعرت دايما طالما جاب معنا اي شعر يبقى هنا مش نستخدم استمرار يبقى هي نامت اثناء ما كانت بتسمع الموسيقى يبقى سمع الموسيقى ده اللي كان مستمر يبقى نحط كلمة listening to music نروح للتمارين الخاصة بالدرس التالت والرابع بداية من صفحة مية وحداشر نروح للسؤال الاول زي ما تعودنا بقى السؤال الضالج بنقرأ كله الاول وبعد كده بنشوف الاجابة تصل ببقع في محل عشان تشتري تابلت معنا يعلن عن سؤال يعني عايزة اعرف معلومات وسألت سؤال معنا يتروح من 5,000 إلى 25,000 باون طب ممكن اشوفهم ازاي فبيرد عليه يعني شفت البوست بتاعك طب التاني ده بكام سؤال اجابته عايزينها طب احصل عليه ازاي فبيرد باجابة نروح بقى للسؤال الاولين اللي هو can i ask about the tablets you are advertising yes of course سؤال اجابته i wanted to know some information عايزة اعرف بعض المعلومات يبقى ممكن يقول how can i help you what do you want او how can i help you طب i want to know some information about zim zim ديت اللي هي المقصوبة طبعا اللي هي التابلت وهتسأله سؤال اجابته يبقى اكيد بتسأل عن السعر يبقى هنقول how much ونحط كلمة or زي زي ديت المقصوبة طبعا اللي هو التابلت how can i see zim طب يخبر ممكن اشوف هم ازاي يبقى هيقول لها حاجة اطلو اذا شفت البوست يبقى هقول i will send i will send you some photos او the photos يعني هبعت لك ايه هبعت لك الصور اوكي i have received your post how much is the second tablet يطرق التابلت دوت التاني سعره كام هو طبعا انا وحطت بقى هنا سعر من خمسة لخمسة عشرين فنختار اي سعر في النص يبقى نقول مثلا it is ونحط مثلا fifteen ونحط ساوذن ممكن نحط بقى اللي اي او ايجيبشان باونز طب that's good i will buy it how can i get it طب يطر راح صور عليه ازاي فنرد على بحاجة give me your name and address طبعا ما بقول لها اديني العنوان والاسم يبقى معنا كده نعندهم خدمة ايه التوصيل يبقى هنقول we have ونحط كلمة delivery service او ممكن نقول through delivery يعني من خلال خدمة delivery يعني اي حاجة من ديات هتبقى صحيح يبقى we have delivery service نروح لسؤال الاختيارات well now my phone is not working i need to space the battery طبعا ما قال لك باتري يبقى كلمة charge على طول my uncle built a new factory يعني بنا مصنع جدي to space carpets طبعا للسجاد يبقى يصنع يبقى نحط كلمة make carpets many computers ask you to space in before you can use them bot ولا log ولا enter ولا turn طبعا يبقى كلمة log in ليسجل الدخول can you carry that space box it's very heavy ها صندوق تقيل يبقى woolen ولا wool ولا wooden ولا wood لا يبقى هنا كلمة wooden اللي هو خشبي او مصنوع الخشب woolen طبعا يعني مصنوع من الصوف when you want to use a machine لما تجي تستخدم آلة first you need to turn it طبعا يشغل يبقى turn on على طول سؤال بعد we bought a carpet السجادة made of يطر السجادة هتكون مصنوع من wool ولا wood ولا gold ولا lizard طبعا في الغالب السجادة مصنوع من wool اللي هو الصوف this bag is made of مصنوع من الشنطة wood ولا stone ولا glass ولا lizard لا يبقى كلمة lizard اللي هو الجلد طبعا هنا while ما فيش بعدها فاعل يبقى هجيب فاعل زاد i نجيب نحط كلمة listening while i spaced lunch the bill rang at the while يبقى محتاج موضي مستمر يبقى was eating على طول what space at seven o'clock last night نخب بقى من السؤال ده كويس قوي صغط استفهام يبقى هنا what فاعل مساعد وطبعا اه اه او اه اه يبقى نتدول على استمرار يبقى was sama doing السؤال اللي بعد كده تصحيح when i went home last night it is rain heavily لما رجعت الدنيا كانت بتشتي يبقى ده اللي كان استمرار او مستمر ممكن نحط كلمة was raining اهيات او ممكن نخليها كلمة رين دي برده ما فيش مشكلة يبقى when i went home last night it was raining heavily او it rained heavily what were you do طبعا نحط هنا كلمة doing as the rubber space run with the ladies bag some police officers stopped him طبعا هناك كلمة run لا الفعل ده كمستمر يبقى نحط was running last tuesday i space go shopping with my friend يبقى نحط كلمة went عرط يبقى i went shopping سؤال complete leaves village on carpet hand crafts السؤال الاول او التكملة the south of egypt is famous for its beautiful space طبعا مشور بي شطار يبقى hand crafts people who live here silly space baskets and colorful pots طبعا نبقى يبيع carpets and colorful pots some women in a space near aswan طبعا in a village اللي هي قرية يعني في قرية جنب aswan also make beautiful handcraft from the space of trees طبعا يبقى leaves على طول طبعا هنا بيقول اختار الكلمة الصحيحة you can't use this computer without ز مش هنقدر نستخدم الكمبيوتر دوت بدون password ولا passport لا يبقى كلمة password as I give or was giving my friend their phone to look at he dropped it يبقى was giving على طول طبعا هنا الاميل بولي write an email to your friend john who lives in spain يعني بيش في اسبانيا about tourist attraction كلمة tourist attraction لعوامل جذب السياح in ايجيبت في مصر طبعا يدين بقى الاميل بتاعي وبتاع جون وطبعا الاجابة موجودة في اخر الكتاب نروح لتمارين الدرس الخامس والسادس بداية من صفحة مية وطمانتاش بعد ما استلم او طلق طبعا ايتم اللي هي سلعة يعني يبقى يطرق ولا 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 طبق لا يبقى هناك كلمة يعني قدم شكوى بمعنى يطلب الطعام عبر الانترنت يطرق ولا بوكت ولا طي ولا ماشين لا يبقى هو اه يبقى كلمة ماشين لحياة المدينة هاز بروز اند طبعا اند تعبير على بعضه اسمه بروز اند يبقى كلمة قونز اللي هي مميزات وعيوب تختفز بالذهب بتاعها في ولا ماتش ولا كلمة ريسايكل ولا كلمة اه طولز يبقى اللي هو صندوق المجوهرة الجملة اللي بعدها تسوق عبر الانترنت can be done any time فأي وقت but you need to be careful where you space from shop ولا ask ولا complain ولا answer طبعا هناك كلمة shop shop هناك فعلي بمعنى يتسوق يبقى shop from to space pack is to return a phone call هنا يعني يرد على اتصال يعني يعيد الاتصال بالشخص اللي اتصل عليه يبقى هنا كلمة call ولا call ولا carry ولا complain لا يبقى كلمة call back to space is to send a message electronically معناها عن طريق الانترنت او بشكل الكتروني طبعا يبقى دياب نسميها email the toaster was space i sent it back and will buy a different one رجعته وهاشتري واحد مختلف يبقى هو كان fine ولا quick ولا horrible ولا كلمة amazing لا يبقى هنا سيء يبقى نحط كلمة horrible try to space your bag to help you look for it يطرى describe ولا include ولا find ولا make لا يبقى هنا بقوله حاول توصف الشنطة بتاعتك عشان يبقى سهل ان انت تدور عليها يبقى هنا كلمة describe بمعنى يصف you should يجب buy items نشتري السلع from space sources طبعا sources ليه مصادر horrible ولا terrible ولا trusted ولا wrong لا يبقى كلمة trusted لموصوق بها read the text and give it a suitable يرى النص we had item ولا role ولا title ولا كلمة order لا يبقى هنا كلمة title اللي هو عنوان يعني هات عنوان مناسب try not to space angry when you hear the news طبعا هنا get angry معنى ها become these sentences are space up and the teacher wants us to put them in order طالما بيطلب ان هما يكونوا في ترتيبهم الصح يبقى معنا كده ان الجمل ديت ايه مش مترتبة صح يبقى هنا كلمة مكسد طبعا خدنا كلمة happy او كلمة unhappy يبقى معهم كلمة about بخصوص او بشأن what are you thinking space lean think about think for with ولا from برضو هنا كلمة think about بمعنى يفكر في negative يعني سلبي is the opposite of كلمة نجد بليه حاجة سلبية يبقى عكسها positive اللي هي ايجابي boring مملك complex معقد و pleased معناها مسرور i bought this toaster and it was beautiful beautiful can be replaced by the word ممكن نشيل بقى هنا كلمة beautiful ونحط مكانها very glad ولا easy ولا horrible ولا nice لا يبقى هنا كلمة very nice كلمات seller and customer كلمة seller اللي هو البائع وكاستمر اللي هو الزبون are هل الكلمات ديت ايه اللي هو علاقة لبينهم لا متضادين او تضاد يبقى هنا ازا same ولا synonyms متردفين ولا متساويين ولا لا يبقى هنا كلمة لعكس او مقابل you can make a noun ممكن نكون الاسم from the verb من كلمة عشان نحاولها الى نون سل يبقى seller يبقى هنا by adding يزودنا er the word complaint اللي هي شكوى is verb ولا adjective ولا noun ولا adverb لا يبقى هنا noun جاية من الفعل complaint اللي هي اشتكي you can make an adjective ممكن نكون الصفة from the noun noise by adding طبعا noise يبقى كلمة ايه noisy يبقى زودنا y يبقى noisy على طول هنا طبعا الصفة من هنا نروح بعد كده لتمارين الدرس الخامس والسادس نبدأ بسؤال يعني اشترى كتل غلاية وشكلها طلع فيها حاجة مش سليمة او بايزة can i speak to the manager please اتكلم على المدير yes of course سؤال i have bought a kettle and i want to make a complaint يبقى كده السؤال السابت دايما طالما حد راح يشتكي ها يبقى كنا خلاص حافظينها من النص يبقى what is the matter يعني ما الامر او ما المشكلة what is the problem ممكن نشيل كلمة matter ونحط problem طب كلمة يعني شكوى طب قال له حاجة قال له مش شغالة يبقى هنقول what is wrong ممكن نزود طب ايه هي مشكلتها قال له مش شغالة كويس هل انت قاريت التعليمات بشكل كويس يبقى هاي يقول له اكيد yes ويحط له بقى اي حاجة تانية مثلا i او but i won't to يستبدل او يغير يبقى ممكن اقول exchange او exchange exchange بمعنى يبدل ها يعني طب ليه رد رد عليه قال له sorry give me your details and i will send you one يبقى يحط له بقى اي سبب هيقول له مسلا it is it is the wrong one يعني اللي هو الخطأ او اللي ما كنتش محتاجها يعني او او i don't need this one قال له sorry give me your details and i will send you one طبعا هايقول له اوكي thanks ونحط ونحط كلمة thanks نروح لي السؤال بعد كده اللي هو سؤال الاختيارات space shopping has positive and negative sides قلنا بوزف ايجابي و negative يعني سلبي طبعا يبقى هنا بتكلم على online shopping i want to space a complaint about that device طبعا قنا make a complaint rush one is really good at space new lessons يبقى explaining ولا killing ولا complaining ولا shopping لا يبقى هنا explain بمعنى شرح don't be late i wait او i'll wait space you طبعا قنا wait for بمعنى ينتظر you should try to be more space about your study طبعا بخصوص الدراسة يبقى هتكون negative ولا positive ولا nervous لا يبقى هنا تكون ايجابي يبقى هنحط كلمة positive على طول سؤال بعض space is something you make when you are unhappy about something طالما من السعيد بحاجة او بيشتكي من حاجة يبقى هنا ويبسايت ولا audience ولا evidence ولا complaint يبقى هنا كلمة complaint evidence دليل audience اللي هو المستمى ويبسايت موقع when a customer asks someone to send or make something for them means to لما انا بطلب حاجة يبقى دي بنسميها deliver ولا complain ولا order ولا offer لا يبقى طالما هنا الزبون يبقى هو بيطلب يبقى كلمة order على طول I don't want I don't want to buy the dress الفستان or the shirt لا ولا دا هنا بيتكلم على اتنين خلي بالي يبقى هنقول neither of them يعني ولا واحد فيهم لون المناسب او اللي انا اعايز خلاص مفتاح الجملة neither يبقى معها كلمة nor على طول طبعا مفتاح الجملة برضو كلمة and يبقى نحط pause يبقى كليهما if you need to make a complaint لو انت عايز تعمل شكوى try not to get angry ما تغضبش او ما تزعلش الاول keep على بعضها طبعا keep calm يعني احتفظ بهدوك طبعا ممكن اقولها calm بالل او calm من غير ال explain the problem اشرح المشكلة and space what you want the person او the other person to يبقى هنقول explain the problem يعني اشرح المشكلة and و يبقى say وقول او حكي يعني what you want the other person to يبقى do يعني مطلوب منه يعمل ايه زين 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 يبقى هنا طبعا بي هابي يكون زي هنا بيتكلم على نقض يعني او مقال عن يعني هنا وجهة نظرك او رأيك عن حاجة اشتريتها هنقول الحاجة دي هتشتريتها نتكلم بقى هل كانت رخيصة او سعرها غالي اه وصلت اه في معادها ولا اتأخرت طب هل هي كويسة ولا لا هل ممكن تشتري مرة تانية ولا لا نروح بعد كده للتست الخاص بالوحدة التانية او الاختبار العام على الوحدة التانية بداية من صفحة مية تسعة وعشرين نروح لي السؤال الاول بيقول يعني شكوى about the coffee machine she has bought يبقى اشتريت حاجة وطلعت بايزة اكيد i went to the mall yesterday and bought a coffee machine سؤال yes it didn't work يعني لم تعمل يبقى هنقول did not ممكن نبدأ بdidn't اه ممكن اقول didn't it work او ممكن نقول was there a problem يعني هل في يطرى مشكلة فيها يبقى yes did you plug it in وانا طبعا plug بمعناها يضع الفيشة او يشغلها بالكارابة يعني يبقى هتقول yes of course او yes i did طب سؤال it was on sale يبقى ازاي اشتريتها يبقى هنقول how did you buy it did you buy it from a trusted shop كلمة الترسد شوب انا طبعا لوها محل زيتا ثقة يعني يبقى هتقول اي بوت ات مسلا اون لاين اشتريتها عبر الاي الانترنت واي او ممكن نقول اي بوت ات او يس اي بوت ات اون لاين طبعا از بتقول لها واي لماذا يعني بعض الناس طب يا طرح بقى انا اعمل اي هتنصحها طبعا او تديها صيغة اه نصيحة يبقى هتقول لها you should او must give it pack يعني حاول انت اي ترجع السؤال اللي بعده سؤال القطعة بول buying and selling اللي هي الشراء خلاص و البيع كلمة buy بمعنى يشتري وكلمة sell يبيع is part of جزء من everyday activities اللي هي الانشطة اليومية people used to do this long ago ناس كانت متعودة تعمل ده من زمان but shopping habits عادة التسوق it changed a lot اتغيرت in the past في الماضي you could deal directly deal معناها يتعامل مباشرة directly with a person مع شخص you could talk to the seller ممكن نتكلم مع البائع and even ask for advice ممكن نطلب نصيحته about the best quality خدنا كوالتليا الجودة and price when there was a problem لو ما يبقى في مشكلة في المنتج او البضاعة you could go to the shop ممكن تروح للمحل and explain it الديات المقصوبة اللي هي كلمة ايه problem at the time you could solve any problem at once لما كان بيحصل اي مشكلة كنا بنحلاف الحال buying and selling today انما في الوقت الحالي depend يعني يعتمد a lot on online activities على الانشطة عبر الانترنت first you must look on the internet يعني يخش على الانترنت and choose price اختار السعر quality الجودة and time of delivery you must provide correct and clear information يعني تكتب معلومات صحيحة وواضحة to get your product product هنا معناها item للسلعة when there is a problem لو في مشكلة you must fill in a form يعني تم الاستمارة describing it بتوصف المشكلة ديت clearly بوضوح an online assistant will contact you حتى هتصل بيك but it may take a long time بس ده ممكن يأخذ أو يأخذ وقت طويل to get a reply للحصول على رد the biggest problem اكبر مشكلة is that some companies ان بعض الشركات can't be reached easily ما نقدرش نوصلها بسهولة because they may be far away from you ممكن تكون بعيدة في بلد تانية مثلا or you don't know the exact address أو انت مش عارف المحل أو العنوان بالزب to buy online عشان تشتري عبر الانترنت you must be careful تاخد بالك about your personal information من البيانات أو المعلومات الشخصية you must keep it secret طبعا لازم نحتفظ بالبيانات أو المعلومات دي نتعامل مع trusted online companies اللي هي الشركات الموصوق فيها فقط طب نروح السؤال الاولين بيقول explain why there may be a problem when you buy something online يطرق ايه مشكلة التسوق عبر الانترنت give two reasons يعني عايزين سببين ممكن نقول اول حاجة in it may broke أو it may break يعني ربما الشيء دوت ممكن يتكسر اتنين ممكن نقول it might take along time يعني ممكن ياخد وقت طويل اي سببين بقى هيبقوا آآ صح السؤال لبعضه are there any new shopping habits today هل يطرى في اي عادات للتسوق جديدة هذه الايام name two habits طبعا هنا نحط name two habits يعني عايزين حاجتين اتنين طبعا ممكن نقول مسلا online shopping اللي هو التسوق عبر الانترنت خلاص ديت حاجة من الحاجات اللي ممكن نتسوق عن طريقها اتنين ممكن نقول كمان اللي هو اللي هو التسوق عبر قنوات التلفزيون او ممكن نقول اللي هو التسوق عبر قنوات التلفزيون ازاي ممكن نحمي المعلومات الشخصية طبعا ممكن نقول اتشينج نغير باس وورد اللي هي نغير ارقام الباسورد بتاعتنا او ممكن نقول اتشينج او بيرسنال انفورميشن طب كلمة يعني افضل عنوان للقطعة يعني القطعة بتتكلم عن ايه يطر شوبينج ولا باينج ولا سيلينج ولا انترنت لا يبقى التسوق عموما بعض الشركات ما نقدرش نوصلها بسهولة زي ار بروتكتد ولا زي ار بروتكتس ار اكسبنسيب ولا زي ار فاراوي ولا زي ار يجلي كلوزد لا يبقى هنا كلمة فار اوي بمعنى بعيد زي اندلين دي ويرد ات قلنا طبعا ات يقصب بها اللي هي البروبلم اللي هي المشكلة نروح لسؤال رقم ثلاثة الاختيارات بقول طبعا يبقى هنا نيزر يبقى معها كلمة نور على طول طبعا هنا جاب لكلمة تي يبقى توستر ولا كوفي ماشين ولا كتل ولا طول طبعا يبقى الابدل هنا كلمة كتل لو قال لي كوفي يبقى كنا نختار كوفي ماشين طبعا هنا كلمة ماد أوردر ولا كومبلاين ولا بريزن ولا ديزاين لا يبقى هنا يعمل طلب او أوردر يبقى ايجاب رقم اي this microwave has a 25% يبقى نحط كلمة discount يعني خصم 25% you must space the machine in before it works طبعا هنا جاب لي before it works يبقى هنا بلاج يعني يضع في الفيشة او في الكهرباء you can cook fast if you use a space it takes a few minutes طبعا طالما جاب لي كلمة cook يبقى نحط microwave he bought a new space phone which helps him a lot in his work طبعا تليفون هيساعده في الشغل يبقى كد التليفون دوت smart to space is to send a message electronically يبقى عن طريق الانترنت او الكلام دوت يبقى هنا كلمة email space alexandria electric's nor sound and vision cell close طبعا مفتاح الجملة هنا كلمة nor طبعا ديت اسم الشركات يبقى نحط كلمة neither nor يعني لا ولا when the phone rang لما التليفون ضرب او run i space a film يبقى هنا ماضي بسيط يبقى الناس ماضي مستمر يبقى was watching charge trouble nice invited sleep last friday i went to alexandria يعني رحت اسكندرية i space my friends يبقى هنقول invited بمعنى دع يعني دعي اصدقاء neither of them liked to go with me we have space things to do during the day يبقى we have هنحط كلمة nice يبقى nice things to do during the day but i had to choose either to space by car or go by train يبقى either to طبعا يبقى هنا نحط كلمة travel اللي هي يسافر in the afternoon my phone went off because i forgot to يبقى charge it سؤال لبعضه i moved to a new house which is wide than mine طبعا هنا جاب لي زان يبقى هنحط على طول wider يبقى wider than my brother got good markets than i did طبعا هنا الدرجة التانية من المقارنة عشان كلمة زان برضو الدرجة التانية من good يبقى كلمة better as i sleep the roper stole my wallet طبعا هنا as بتسويل يبقى هنقول كلمة was sleeping they either run nor play they just stay at home طبعا جاب لي هنا كلمة nor يبقى معها كلمة neither اختيارات my sister and i either will oppose like playing tennis طبعا يبقى اتنين هنا وجاب لي كلمة like فعلي من غير دفعات يبقى نحط كلمة pause على طول i need to charge ولا look the battery of my phone يبقى هنا كلمة charge اللي هي يشحن السؤال الاخير معنا اللي هو الparagraph write a review of about one hundred ten words on زي مقال نقضي يعني the best and worst items of technology in your house اللي هي بقى الحاجات اللي هي الافضل والاسوأ بخصوص التكنولوجيا في المنزل زي مسلا او مايكروويف او اي حاجة من ديت بنختار ايه الافضل بالنسبة لنا وايه الاسوأ بالنسبة ان شاء الله في الفيديو القادم هنشوف حل الوحدة التالتة من كتاب المعاصر لصف السالس الاعدادي المنهج الجديد عشرين اتنين وعشرين اشتركوا في القناة